السلام عليكم ورحمة الله اخواني اخواني وصلني سؤال جميل من احد الاخوة المتابعين بخصوص ضغط غاز السبلت قال لي هل يوجد فرق بين ضغط غاز السبلت الواحد طن والواحد ونص طن والاثنين طن يعني من اجيه افحص غاز السبلت اكو فرق بين احجام السبالت اخواني جواب بسيط ان شاء الله لكن اطلب بنعودكم طلب بسيط الامام اشترك خلي اشترك بالقناة كلمة الاشتراك الحمرة دوس عليه ان شاء الله رح يكتب لك تم الاشتراك حتى توصل لك كل الفيديوهات والمعلومات المهمة اخواني نرجع للجواب اخواني جوابي على هذا التساول البسيط بانه لا يوجد فرق في ضغط غاز السبلت بالنسبة لاحجام السبالت لكن بشرط انه يكون نفذ الغاز بين السبالت كلها يعني اذا كان عندك سبلت واحد طن وواحد ونص طن واثنين طن الى اكثر ثلاثة طن لازم يكون نوع الغاز نفرض على سبيل مثال ار اثنين وعشرين اذا كان السبالت هاي كلها غازها ار اثنين وعشرين فما يكون فرق بين ضغوط الغازات او هاي السبالت كليتها يعني ابو الطن ضغط الغاز مالتا والقراءة مالتا بالقيتش نفس قياس او ضغط الثلاثة طن بشرط نفس نوع الغاز اخواني يعني انا ذكرت على سبيل المثال الار اثنين وعشرين ار اثنين وعشرين القراءات الطبيعية على القيتش اه تكون بين الخمسين الى خمسة وخمسين الى ستين الى خمسة وستين الى سبعين هذا الرينج كله الخاص بضغط غاز الار اثنين وعشرين على خط الراجع او سيكشن الراجع او خط السحب مثل ما نسمي احنا هاي الضغوط كلها نفس الضغوط ما اكي فرق بين الواحد طن والثلاثة طن بشرط نفس نوع الغاز كذلك المثل الثاني اذا كان نوع الغاز ار اربعمية وعشرة نفس ضغط الغاز بين الواحد طن الى ثلاثة طن بشرط السبلت او المجموعة ما سبالة نفس نوع الغاز يعني اذا جيب سبلت واحد طن غاز اربعمية وعشرة نفس ضغط غاز لثلاثة طن الاربعمية وعشرة ما اكي فرق ببياناتهم مثل ما قلت اخواني الفرق في نوع الغاز لازم يكون الغاز واحد فمن تجي تفحص تعرف نوع الغاز مالتك حتى تعرف القياس مالتك او القراءة مالتك على شنو قياس وقراءة الغاز اربعمية وعشرة الرينج ماله تقريبا من 120 الى 130 الى 140 هذا الرينج الطبيعي مالت اخواني على خط السحب او سيكشن السحب او خط الراجع اخواني هاي القراءة الطبيعية مالتك الغاز اتمنى اخواني استفادية ومعلومة بسيطة من هذا الفيديو واتمنى منعتكم انه تشتركون بالقناة دعما للقناة تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله